هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الآية الكريمة دي والآية السابقة مرتبطين جدا ببعض في الآية السابقة استنقر الله عز وجل على الكافرين الكفر والشرك وكان لابد من دليل على وحدانيته فعطاهم أولا دليل من أنفسهم ثم عطاهم دليلا أقوى وأوضح على وحدانيته والدليل ده لا مجال فيه للنقاش أو الجدال فالله سبحانه وتعالى هو من خلق لكم ما في الأرض من نعم لا تحصى ولا توعد وبكل تأكيد لن تستقيم الحياة على الأرض بدون النعم ديه فالله سبحانه وتعالى أمدكم أيها الكافرون بكل هذه النعم برا ورحمة ثم قصد الله عز وجل بما يليك بوجهه الكريم فخلق السماوات السبع على أكمل وجه لا خلل ولا صدى ولا شكوك وهو بكل شيء عليم علما تاما وإحاطة كامدة فلا يخف عليه شيء في السماوات ولا في الأرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من هذه الآية وهو أن الأصل في الأشياء هو الإباحة والطهارة حتى يثبت العكس في الدنيا الوسعة دي كلنا بنجري على لومة العيش ولازم ناخد بالأسباب لكن مفيش داعي للألأة وإياك أنت نشغل بالمخلوق من أجلك عما خلقت أنت من أجله رزقك مضمون فتفرغ أنت لعبادة رب الكون طيب وليه ربنا خلق ما هو دار كما خلق ما هو نافع ده للتسكرة والاعتبار بأن الإنسان مهما على فهو ضعيف أما الاستواء فمعلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أخبر أن الله عز وجل أنه قد استوى ولكن الحقيقة أن الله ليس كمثله شيء فاستواء الله ليس كاستواء الملوك على العرش وعلم الله ليس كعلمنا وقدرة الله عز وجل ليست كقدرة البشر فلا تحاول أن تفهم الاستواء بالمفهوم البشر المحدود وخلاصة كل الكلام ده إن الإيمان بالاستواء واجب والتسليم به فرض فسواهن سبع سماوات في الآية الكريمة ذكر الله عدد السماوات فماذا عن الأرض قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماواته ومن الأرض مثلهن معنى كده إن عدد الأراضين سبع وعشان حضرتك تقدر تنتقل ما بين سماوات التي تريها محتاج مسيرة خمسمائة عام يريد تشيروا الفيديو علشان تعمل فائدة جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر